نحن شطان بين الواقع الحالي والتسوية التسوية لا تزال أبعيدة سنوات ضوئية لأنه ما في حكي عن التسوية والتسوية هي جهة خارجة والتسوية الداخلية غير مقنعة لأنه ما في أي تواصل يعني نحن إذا بدي أرن بين سنة 2016 و سنة 2023 يلي هي ستكون سنة الفراغات المدمرة بلبنان مش بس برئيسة جامهورية بعدة مراكز وبدأ تصير دولة الوكالة دولة بالوكالة متل ما صار بالأمن العام بده يصير بغير مطارح بدنا نبلش هلأ أول الاستحاءات لانتخابات البلدية صح؟ مش ضروري يمكن تصير الانتخابات البلدية ما في شيء أكيد بس خلي نكمل لك الفكرة نحن بعاد كتير لأنه بالألفين وستعاش كان فيه ديل صار كان فيه إذا بدك تناغم بين نادر الحريري وجبران باسيل أدى إلى اتفاق بين طيار الوطن الحر وطيار المستقبل أفضل إلى اتفاق بين القوات اللبنانية والطيار الوطن الحر أوصل العماد ميشيل عون إلى سودة الرئاسة اليوم تواننا من كل هيدا الشيء نحن اليوم كتير بعاد عن أي اتفاق سنة مسيحة وعن أي اتفاق مسيحة مسيحة وعن أي اتفاق صار مسيحة شيعة نحن اليوم صار الوزيء السلامية الفرنجيلي اللي عنده أربع نواب أو عنده كتلة من أربع نواب مش متحالف معهم متخاصم مع كل الأطراف المسيحية الأواية يعني مع الكتائب مع القوات ومع الطيار وهن أول الرافدين لهذا الترشح وهذا الترشيح لأنه هو مرشح ومرشحينه القواء الأخرى كمان لهذا الترشح وهذا الترشيح وهذا ما سيؤدي حكما وطبعا إلى عدم نفاذ هذا الترشيح والوصول فيه لمطرح ما فيك تكسره ثلاثة ارباع مجلس النواب يعني ثلاثة ارباع الشعب اللبناني لحتى جيب اسلامية الفرنجية بيكون فيه هون فرض ما فيه فرض هلأ نحن رايحين على مواجهة والمواجهة الأكبر هي بين السعودية وأمريكا من جهة وحزب الله وإيران من جهة تاني على الساحة اللبنانية نحن اليوم دولة مواجهة منضحك على بعضنا منشان هاك كان فيه رفض سعودة قاطع لترشيح سليمان فرنجية ولوصول سليمان فرنجية بطلت مواربة القصة وبطلت جاسنك صار فيه وضوح بالموقف السعودية نحن نرفض سليمان فرنجية وهذا اللي عكسته عقاز إذا عقاز جريدة سورية خليوا خبروا عقاز جريدة السعودية بامتياز وتعبر عن الموقف السعودية اليوم فيه كلام بعتقد صحة الجمهورية عم تقول أنه فقاله طل رئيس تيار المرضى عبر تليفزيون سعودية كان مفروض بس كان مفروض كان فيه حكي أنه بده يطلع مع الأحد مع ماريو على ومن هوني كيعلن أنه مرشح للرئاسة ويعلن خطته بس بعتقد معادة عنده مؤتمر صحفي هلأ رح يعمل مؤتمر استعاد عنه بس كان جامعة الماضي هيدا أنا عم بحكي عن مقابري عم بيقوله مع تليفزيون سعودية من مؤشر بس أصدي ليش صحيفة عقاز مؤشر وهذه مش مؤشر لأنه صحيفة عقاز تعبر بشكل أو بآخر عن الموقف الرسمي كثير من الأحيان هل أبلغ السفير البخاري البطياءك الرعي بهذا الموقف بشكل مباشر لأنه صار فيه لغة بهذا الموضوع في بعض المعلومات تحدثت أنه أبلغوا إياها علنا قالوا نحن لا نقبل بسلمين فرنجي رجع بعدين صار فيه توضيحات من كان فيه شوه بس الأكيد لأنه دغري طلع السفير السعودي عند البطرق الراعي ليه مفكرة بالسيناريو شو صار ودغري عغرة تغريدة إذا السكون والحذف وما بعد شو كان قصده بهذا الموضوع شو كان قصده أنه يعني حذف الترشيح حذف الترشيح هو كان عم يحكي عن إذا التقص كنان إذا التقص كنان بعتقد عم يحكي عن حذف الله وزلمين فرنجيين نحذف فلمين فرنجيين من المعادل نغير على غير حدا الفتحة هي أو الكسرة هي غير حدا من ضليعنا باللغة العربية وبسكونية نحذف